السلام عليكم أنا الصيدلاني أنس راكان من قناة Hexagonal اليوم سأتحدث عن أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين أدوية الجينيريك وأدوية البراند بالبداية ما هو تعريف دواء البراند وما هو تعريف دواء الجينيريك دواء البراند هو أول دواء نزل على السوق للمادنة الفعالة التي تم تصنيعها بواسط الشركة الأصلية والتي أجرت عليها جميع التجارب العلمية لإثبات فعالية هذا الدواء وسلامته على جسم الإنسان وتمت الأخذ الموافقة على تسويقه وأيضا لديه إبارات الاختراع الذي يحدد مدى تسويق الدواء لوحده في السوق مثل دواء إلزمو برازول الذي أتي باسم البراند نيكزيوم أما دواء الجينيريك فحسب الFDA هو دواء مكافئ من حيث الفعالية والسلامة على جسم الإنسان ف panelists دواء الجينيريك هو دواء مطابق من حيث التكافة البيولوجي أو ما يُسمى بالبيئيو كفونانس مع دواء الجينيريك هنا ينبغي تمييز بين النوعين من أجوة الجينيريك فهناك الجينيريك الذي يباع باسم الكيميائي ويسمى بلبيور جينيريك مثل دواء إلزمو برازول عندما يباع باسم الإلزمو برازول هناك الجنيريك الذي يباع باسم تجاري ولكن يختلف عن اسم التجاري البراند مثل الدواء الاسمو برازول عندما يباعوا اسم الاسوفاق والقانون الذي يسري على أدوية البيور جينيريك أيضا يسري على أدوية البراند جينيريك فحسب الWHO فإن الجينيريك يكون مماثل للبراند ممكن التبديل بين النوعين يتم تصنيع أدوية الجينيريك بدون أخذ الرخصة من شركة الأم المصنعة للدواء ويتم تسويقها بعد انتهاء صلاحية الباتنت لهذا الدواء في هذه المنطقة أو حقوق أخرى حسب سياسة الدولة أو المنطقة فلكل منطقة قوانين خاصة بتسويق الجينيريك أما أوجه التشابه بين البراند والجينيريك فإنهم متشابهين بالمادة الفعالة والشكل الدواء وطريقة تعطاء الدواء وفعالية الدواء وكذلك سلامة الدواء على اسم الاندسان والاستخدامات العلاجية لهذا الدواء وأيضا يأتون بنفس البيو عفابلتي الاختلاف بين دواء البراند ودواء الجينيريك فالاختلاف يكون بالمواد الغير فعالة مثل اللون والطعم والمواد المضافة أيضا أن دواء الجينيريك يكون أرخص من دواء البراند ويختلف بالشكل نتيجة اختلاف اللون والطعم والحجم اختلاف أيضا بالشركة المصنعة دواء البراند يأتي ببراءة اختراع دواء البراند يحتاج إلى دراسات على مستوى الحيوانات ودراسات على مستوى الإنسان لقياس فعالته وسلامته على جسم الإنسان بعكس الجينيريك الذي لا يحتاج إلى هذه الدراسات لكن يحتاج إلى دراسات البايو كوفلانس مع دواء البراند لكي يكون دواء الجينيريك مماثل بالفعالية والسلامة لدواء البراند يحتاج إلى دراسة البايوكوفلنس فدواء الجينيريك يكون بايوكوفلنس لدواء البراند إنما يكون دوائين بنفس البايوكوفلنس أي إنه ليس هناك اختلاف كبير بين دواء الجينيريك والبراند من حيث مدى وسرعة وصول دوائين للجسم لمعرفة إن دواء الجينيريك شغال يجب أن يكون هناك دراسات بالبايوكوفلنس بين البراند والجينيريك وتكون نسبة التماثل حسب اليميتيشن والمحددات التي وضعتها الاف دي اي اي او الايما ولتكون نسبتها بين 8-125% لماذا دواء جينيريك ارخص من دواء البراند وقد يكون سعرها ارخص بنسبة 80% لمراند لان دواء جينيريك لا يحتاج لجراء دراسات على مستوى الحيوانات والانسان وايضا لوجود اكثر من شركة منافسة في السوق بالانتقال الناحية الاقتصادية فان استبدال ادواء ذات العلامة تجارية البراند بادواء جينيريك يؤدي لتوفير كبير على المريض حيث ان عام 2014 سجلت الولايات المتحدة وحدها بلوغ وصفات الادواء للجينيريك اعتبت 88% من مجموع الوصفات الطبية والبالغة 4.3 بليون وصفة وكانت هذه النسبة بحدود 84 عام 2012 اي ان هذه النسبة باستخدام الجينيريك تزداد سنة بعد سنة اما بالنسبة للدول الاكثر انتاجا لادواء الجينيريك فاتت الهند في الطليعة هناك بعض الادوية لا ينصح بتبديله من الجينيريك الى البراند او بالعكس الا بموافقة الطبيب مثل ادوية التي تكون نارو ثيرابيوتك انديكس مثل دواء الورفارين والليثيوم وكذلك لا ينصح بتبديل بين ادوية الصرع وتشير بعض الاحداث ان البراند من ادوية البيسفسفونيت اللي مثل الاندرونيت افضل من ادوية الجينيريك في علاج هشاشة العظام وقد يكون السبب نتيجة التأثيرات الجانبية على الجهاز الهضمي ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة لا تنسون الاعجاب والاشتراك بالقناة مع السلامة